بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج المايكروبيولوجي حلقة النهاردة هي أولى حلقات مادة المايكروبيولوجي مقررة على تخصص فني معامل الحلقة دي بندكم فيها إيه هي أهداف مادة المايكروبيولوجي وإيه هي الوحدات اللي بيتكون منها مادة المايكروبيولوجي إن شاء الله هتدرسوا في السنة دي أربع وحدات الوحدة الأولى بتتكلم عن مايكروبيولوجيا الطربة والوحدة التانية بتتكلم عن مايكروبيولوجيا المياه وندرس في الوحدة التالتة إن شاء الله مايكروبيولوجيا الأغذية والوحدة الرابعة والاخيرة هناخد فيها التخمرات الميكروبية وكيفية الاستفادة من الكائنات الحية الدقيقة في الصناعات المختلفة سواء كانت صناعات منزلية او على الصعيد التجاري الصناعات في المصانع اوجل حاجة بناخدها في اي مادة احنا بندرسها ايه هي الاهداف العامة لدراسة المادة دي فانا حابب في البداية ان احنا نعرفكم اهداف تدريس مادة الميكروبيولوجيا الاهداف العامة طبعا انتوا هتاخدوا في المدرسة المادة دي على مدار 3 حصص حصة نظري وحصتين عملي وان شاء الله في نهاية العام الدراسي باذن الله ويكون عام موفق عليكم جميعا اعزائي الطلبة والطلبات هتمتحنوا امتحان عملي عليه 20 درجة وامتحان نظري ايضا عليه 20 درجة اتمنى لكم التوفيق ونبدأ مع بعض بداية موفقة باذن الله تعالوا بينا عزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وحنستعرض فيها الاهداف العامة لمادة الميكروبيولوجيا اول هدف من اهداف مادة الميكروبيولوجيا اكساب الطلاب المعارف والمهارات السلوكية التي تؤهله للعمل في معامل الميكروبيولوجي مع اتخاذ احتياطات الامن والسلامة والصحة المهنية ودي حاجة مهمة جدا في العمل داخل معامل الميكروبيولوجي لان انت بتتعامل مع كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة وفي بعض الكائنات لا يمكن حتى رؤيتها بالميكروسكوب الضوئي العادي ولكن بتحتاج لوسيلة تكبير اعلى ووسيلة تكبير اكبر زي الميكروسكوب الالكتروني وليس يخفي علينا في هذه الاوينة اللي هو حديث الساعة فيروس كوفيد 19 اللي هو مشهور اعلاميا بفيروس كورونا والاخطار الجسيمة اللي ادى هذا الفيروس لحدوثها فلازم نتوخى الحذر ونكون حرصين جدا ونتخذ كافة الاجراءات اللي بنتخذها داخل معامل الميكروبيولوجي من حيث السلامة والصحة المهنية لتفادي الاصابة بهذه المسببات المرضية تاني هدف من اهداف مادة الميكروبيولوجي تعريف الطلاب بطبيعة واهمية الميكروبات في الطبيعة سواء كانت المفيدة منها او الضرة واثر ذلك على النظام البيئي وعلى البيئة الهدف الثالث من اهداف تدريس مادة الميكروبيولوجي توعية الطلاب بكيفية استثمار الميكروبات المفيدة والاستفادة منها في المجالات الزراعية المختلفة طبعا مجالات عديدة جدا هنستعرضها مع بعض على مدار المنهج بإذن الله الاهداف دي من اجل زيادة الانتاج الزراعي وتحسين جودة المنتج وبالتالي زيادة الدخل القومي الهدف الرابع من اهداف تدريس مادة الميكروبيولوجي ايجاد وعي لدى الطلاب بكيفية مقاومة الميكروبات الضرة التي تسبب فساد للاغذية وتلوث البيئة والوقاية من الميكروبات الممرضة للانسان وايضا للحيوان والنبات الهدف الخامس والاخير تدريب الطلاب عمليا يعني انا بأهل طالب انه يكون مدرب عمليا ويكون ايضا عنده المهارات العملية ويكون قادر على اداء التجارب المعملية المختلفة بحيث انه عندما ينتهي من التدريب او من الدراسة عموما يكون مؤهل للتحاق بسوق العمل وده الوزارة حاليا بتهدف اليه انه تخريك كوادر مؤهلة للتحاق بسوق العمل ومواكبة العصر ومواكبة التطور التكنولوجي في المصانع المختلفة هذه الاختبارات الميكروبيولوجية تتناول عدة مجالات منها الاختبارات الميكروبية الاساسية للمياه وايضا للتربة وكذلك في مجال تكنولوجيا الاغذية تعالوا بينا اعزائي الطلبة والطلبات نعرف يعني ايه علم مايكروبيولوجي ويعني ايه مايكروبيولوجي كلمة مايكروبيولوجي اختصار لجزئين او مكونة من جزئين مايكرو يعني بسيط او دقيق او متناهي في الصغر وكلمة بيولوجي كلكم متعودين عليها ودرستوها في الصف الاول وفي الصف التاني بيولوجي يعني علم الاحياء طيب لما نيجي نجمع الكلمتين مع بعض يبقى معناها علم الاحياء الدقيقة يعني علم المايكروبيولوجي يعني انا بتعامل مع كائنات حية دقيقة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تعالوا بينا بقى نستعرض التعريف مع بعض واكيد هيثبت في ازهانكو اعزائي الطلبة والطلبات تعريف علم المايكروبيولي لما يجي لك يقول لك يعني ايه علم المايكروبيولي او اي علم انت هتدرسه هتكتب المنشت ده معي هو العلم الذي يختص بدراسة دراسة ايه احنا زي ما اتفقنا وقلنا مع بعض دلوقتي دراسة الكائنات الحية الدقيقة يعني اي كائن يرى بالعين المجردة مش معايا نستنادي في دراسة المايكروبيولي انا معايا الكائنات الحية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة هي دي اللي هتناولها بالدراسة بإذن الله يبقى علم المايكروبيولوجيا والعلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الحية الدقيقة ليه بدرسها لفهم طبيعتها أعرف هي أنواعها إيه أن عندنا في المنهج السنادي بإذن الله هندرس خمس أنواع البكتيريا فطريات البيروسات الطحالب والحيوانات الأولية اللي احنا بنقول عليها البروتوزوة طيب دي الطبيعة أيضا الأدوار يعني الأدوار يعني المنافع والأضرار يعني الأهمية الاقتصادية طبعا أي كان حي بيبقى له منافع وبيبقى له أضرار حتى الفيروسات نفسها اللي احنا بكلنا بنخاف منها وبنرهابها لها أيضا منافع في مدال البيولوجيكا الكنترول أو في مدال المكافحة الحيوية والأدوار التي تكون بها هذه الكائنات ومعرفة صفاتها ووظائفها لما نقول التعريف الثاني هو العلم الذي يتم بدراسة الكائنات الحية الدقيقة لفهم طبيعتها والأدوار التي تكون بها هذه الكائنات ومعرفة صفاتها ووظائفها طيب علم المايكروبيولوجي أعزاء الطلبة والطلوات علم حديث ولا علم قديم هذا العلم يعتبر من العلوم الأساسية الحديثة أو المكتشفة حديثا لأنه علم المايكروبيولوجي ارتبط وضعه قصصه وقواعده باكتشاف وسيلة للتكبير لحنا زي ما اتفقنا احنا بنتعامل مع كائنات خفية كائنات لا يمكن رؤيتها كائنات موجودة في كل مكان موجودة في الهواء اللي بنتنفسه موجودة في المياه اللي بنشربها موجودة في البراكين موجودة تحت سطح التربة موجودة في كل مكان ملايين الكائنات تخيلوا الجرام الواحد من التربة في مليون خلية بكتيرية فالجيش الجرغار ده في منه أنواع نفعة وفي منه أنواع ضر احنا بنستثمر هذه الأنواع النافعة في العديد من الوظائف والصناعات حتى في التغذية حتى في الغذاء سواء كان غذاء حيواني أو غذاء للإنسان أدكم مثال بسيط عيش الغراب أو المشروم اللي احنا بنكتل ده ما هو إلا كائنات حية دقيقة أو تابع مملكة الفطريات أيضا في بعض أنواع التحالب بتستخدم في الغذاء وحنقل دلوقتي مع بعض هنستعرض مع بعض أهمية الكائنات الحية الدقيقة طبعا لا يخف عليكم أعزاء الطلبة والطالبات الأضرار العديدة والأمراض الخطيرة التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة سواء على صعيد الإنسان أو حتى صحة الحيوان أو في مجال أمراض النبات يبقى علم المايكروبيولوجي علم مكتشف حديث بدأ اكتشافه في أواخر القرن التاسع عشر باكتشاف المايكروسكوب الضوئي العادي وأنا جايب لكم هنا معنا صورة للميكروسكوب طبعا أنتوا درسوا الميكروسكوب في الصف الأول وهنديكم لمحة عنه لأنه ما ينفعش ندرس مايكروبيولوجي من غير ما نكون عارفين تركيب الميكروسكوب بيتكون من أجزاء حركية وأجزاء بصرية الأجزاء الحركية بتتمثل في القعدة والمسرح والضابط الكبير والضابط الصغير ومقابل تثبيت العدسات بينما الأجزاء البصرية بتتمثل في العدسة الشائية والعدسة العينية والمرآة والمكسف كل دي تركيب مختصر للميكروسكوب الضوئي العادي اللي هو بيستخدم فيه تكبير الكائنات الحية الدقيقة لمعرفة أشكالها وهل هي نافعة وحركة الحركة كل ده بنعرفه تحت الميكروسكوب تعالوا بينا نستعرض مع بعض أهم العلماء اللي سهموا في تطور علم الميكروبيولوجي زي ما اتفقنا علم الميكروبيولوجي هو علم حديث بدأ أول عالم عندنا هو اللي اكتشف الكائنات الحية الدقيقة عالم اسمه أنتوني فان ليفنهوك احنا هنتجاوز ونختصره ونسميه العالم ليفنهوك وده عالم هولندي بدأ أنه كان من هوات صناعة العدسات وأثناء وجوده في المعمل بتاعه لاحظ أنه فيه كائنات بتتحرك فيه إناء من الماء وبدأ أنه هو يركز فيه الموضوع وقال أنه فيه كائنات أخرى لترى بالعين المجردة وبدأ يقول أنه عندنا بكتريا وعندنا فطريات وعندنا طحالب وهكذا ولكن الفيروسات ارتبط اكتشاف عزاء الطلبة والطالبات باكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني لأنه ده قوة تكبيره بتكون قوة تكبير عالية جدا تعالوا بقى نستعرض دور العالم أنتوني فال ليفنهوب هو من صناعة العدسات زي ما قلت لكم من شوية وهو أول من اكتشف ووصف ورسم الكائنات الحية الدقيقة بعد اكتشاف الكائنات الحية الدقيقة انقسم العلماء إلى مدرستين أو انقسموا لفريقين الفريق الأول قال إيه؟ قال إنه الكائنات الحية الدقيقة حيوانات بتبقى صغيرة في الحجم بتتكون ذاتيا بدون أصل حي وسمى النظرية دي نظرية التوالد الزاتي لما يجيلك في الامتحان وركز كل جزئية هنا في برنامجنا برنامج الميكروبيولوجي إحنا أي سؤال متوقع إنه هو يجيلك في الامتحان بإذن الله هنغطي لكم الجزئية دي يعني ممكن يجيلك السؤال ده على صورة مصطلح علمي يقولك الاعتقاد بوجود أو تواجد الكائنات الحية الدقيقة في الأوساط بدون أصل حي أول ما تسمع المصطلح ده يبقى على طول هي نظرية واحدة اللي عندنا في المنهج السنة دي هي نظرية التوالد الزاتي هل النظرية دي نظرية صادقة يعني نظرية حقيقية ولا هي نظرية خاطئة العلماء بدأوا يثبتوا إنه الكائنات الحية الدقيقة لا بد أن يكون لها أصل حي وبدأوا يحط أسس لضحف فكرة نظرية التوالد الزاتي يبقى المدرسة الأولى قالت إنه الكائنات الحية الدقيقة دي توجد فيها الأوساط بدون أصل حي والنظرات دي خاطئة عموما لأنه أي كان حي لا بد أن يكون له أصل إيه حي أصحاب المدرسة التانية أو الفريق التاني اعتقدوا أن الكائنات الحية الدقيقة لا بد لها من أصل حي حتى يمكنها النمو وأيضا التكاثر تعالوا بينا بقى نستعرض باقي العلماء اللي سهموا في تطور العلم المايكروبيولوجي العالم التاني اللي هو العالم الإيطالي لازاروس بلنزاني هو أول عالم وضع عدلة أكيدة ضاحضة لنظرية التوالد الزاتي وأثبت أن غليان السوائل في دوارق محكمة القفل بيمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة بها وفسادها بعد كده جه عالم اسمه العالم ندهام ده عمل تعليق على أبحاث العالم إسبالنزاني والعالم اللي بعده العالم إفرانز شولز أيضا قال إن احنا لو سخنا المرق المغازي في دوارق محكمة القفل ده بيؤدي إلى إن هي تكون خالية من التلوث بالكائنات الحية الدقيقة والعالم شوان ده أيضا علق وعمل نظريات على إنه قال لو حطينا بوتاسا كاوية أو حامض الكابريتيك في السوال ومررنا عليها السائل اللي احنا عايزين نعقامه ده بيؤدي إلى قتل الكائنات الموجودة بهذا السائل تعالوا بنا عزيزي الطلبة والطلبات ناخد بقى أشهر عالم ورائد علم المايكروبيولوجي والمؤسس الحقيقي لهذا لا كل دي مصطلحات لو جات لك في الامتحان من هو رائد علم المايكروبيولوجي والعالم لويس باستير من هو المؤسس الحقيقي لعلم المايكروبيولوجي العالم لويس باستير من هو أول من اكتشف الكائنات الحية الدقيقة لا توقف بقى ده اسمه العالم أنتوني فان ليفن هوك تعالوا بقى نشوف بقى الدور اللي ام بقى العالم لويس باستير في تطور علم المايكروبيولوجي ده على فكر عالم فرنساوي كان بدايته من 1822 لحد 1825 ده بقى ده مش همنا اللي همنا الدور الحقيقي اللي ام بهذا العالم في تطور علم المايكروبيولوجي أول حاجة هو المؤسس الحقيقي لعلم المايكروبيولوجي زي ما اتفقنا علم المايكروبيولوجي هو علم الكائنات الحية الدقيقة تاني حاجة عملها هو أول من هدم نظرية التوالد الزاتي طب نظرية التوالد الزاتي دي كانت بتنص عليه الاعتقاد بوجود الكائنات الحية الدقيقة في الأوساط بدون أصل حي دي نظرية خاطئة هو أول من اكتشف جراسيم في الهواء هو أول من تمكن من منع فساد الخمور وعزل فطر الخميرة هو أول من اخترع طريقة البسترة كطريقة من طرق حفظ السوائل أديكم فكرة بسيطة عن طريقة البسترة في عجالة طريقة البسترة المقصود بها أن أنا أبدأ أعمل عملية تسخين للسوائل العضوية بس ما وصلش لدرجة الغلايان يعني دون الوصول لدرجة حرارة مية يعني تقريبا بتتراوح من ستين إلى سبعين درجة مقوية ثم تعريب هذه السوائل مباشرة للتبريد الفجائي الطريقة دي من شأنها أو من خلالها بيتم حفظ السوائل العضوية زي الألبان زي العصائر لأطول فترة ممكنة أنتوا يمكن تسمعوا عن حاجة اسمها اللبن المبسطر والحاجات دي بعد كده العالم اللي معنا الأخير اللي صاحب دور أيضا في تطور علم المايكروبيولوجي هو العالم روبرت كوخ العالم روبرت كوخ ده أول من وضع أسس التحضيرات البكتريولوجية وصبغها لتسهيل دراستها واكتشف أيضا ميكروب خطير جدا بيؤدي مرض كان منتشر فيه السنوات الأخيرة اللي هو ميكروب السل وأيضا الكولوري يبقى العالم روبرت كوخ هو أول من وضع أسس التحضيرات البكتريولوجية وهذه التحضيرات عبارة عنه أنه بيجيب الشريحة المايكروسكوبية وبيعمل عليها تحضير وأيضا بيقوم بسبغ هذه الشريحة السبغة من شأنها أن هي توضح الرؤية وتوصف الشريحة بصورة أكبر وأيضا تمكن من اكتشاف ميكروب خطير جدا كان بيحدث وفيات على صعيد كبير جدا اللي هو ميكروب السل وأيضا ميكروب الكولوري تعالوا بينا أعزائي الطلبة أو الطالبات نستعرض مع بعض الأهمية الاقتصادية للكائنات الحية الدقيقة لما يقولك في الامتحان تكلم باختصار عن الأهمية الاقتصادية للكائنات الحية الدقيقة يبقى عايز منك حاجتين عايز المنافع وأيضا عايز الأضرار ما تركزش بس على المنافع لما يقولك المنافع فقط اذكر المنافع فقط لما يقولك الأضرار فقط يبقى تذكر الأضرار فقط لما يقولك الأهمية الاقتصادية يبقى عايز منك المنافع وعايز منك أيضا الأضرار احنا في برنامجنا المتميز ده مهمتنا نقولك الأسئلة بتيجي بالطريقة متنوعة وطريقة مختلفة وازاي تجاوب عليها إجابة نموذجية وأيضا بمضربك علشان خاطر يبقى عندك مهارات عملية علشان تلتحق بسوق العمل بإذن الله أول حاجة في الفواد تعالوا نستعرض مع بعض كده في شاشتنا الجميلة الفواد أول حاجة من فواد الكائنات الحية الدقيقة بتلعب دورا هاما في تحلل المواد العضوية في التربة وطبعا كلكوا عارفين أنه أي كان حي بعد ما بيفقد الحياة بيبقى اسمه مادة عضوية تخيلوا لو كان عندنا مواد عضوية أو كائنات حية لا تتحلل تخيلوا الصورة كانت هتبقى عاملة إزاي الجسس اللي كانت هتبقى موجودة كانت هتبقى عاملة إزاي بقايا المخلفات النباتية بقايا الحيوانات كل ده كان حيسبب مشاكل كبيرة جدا مين اللي بيقوم بدورت التحليل وحولها إلى صورتها الأولية اللي هي الخالية الأولية الدور ده بتقوم بلكائنات الحية الدقيقة زي مجمع القائنات الحية الدقيقة سواء كان بكتيريا أو فطريات أو طحالب أو بيروسات تاني دور مهمة جدا بتقوم بلكائنات الحية الدقيقة بتقوم بتثبيت أزد الهواء الدوي في الأراضي الزراعية دي نقطة مهمة جدا لازم تعرفوها يعني كلمة تثبيت كلمة تثبيت يعني حاجة بعمل لها عملية تثبيت طيب الناتروجين ده موجود فين؟ موجود في الهواء نسبته كان في الهواء يا دكتور نسبته 78.7% يعني نسبة كبيرة جدا من الهواء وباقي النسبة بتبقى اكسوجين بنسبة 21.7% وساني اكسيد الكربون بنسبة 3.100% كل دي بتبقى مكونات الهواء الجوي او الغلاف الدوي طيب الناتروجين ده فاديته ايه ده عنصر اساسي من العناصر الكبرى اللي بيعتمد عليها النبات في عملية النمو والانقسام وتكوين السمار طيب اللي احنا بنقول عليها عملية التسميد طيب ال N يعني ناتروجين وال B يعني فوسفور وال K يعني بوتاسيم يعني ال N B K ده من العناصر الكبرى طيب الناتروجين ده طول ما هو موجود في الهواء لا يستفيد منه النبات طيب مين اللي بيثبته اللي بتثبته نوع معين من انواع البكتيريا بنقول عليها بكتيريا تثبيت ازوت الهواء الجوي سواء كانت تكافلية او لا تكافلية هندرسها قدام باذن الله دي طبعا البكتيريا دي بيكون لها دور كبير جدا في تثبيت ازوت الهواء الجوي وادخال الازوت كاسيماد الى داخل جزور النباتات وبالتالي بيستفيد منه النبات وبيديني محصول افضل تالت حاجة من فواد الكائنات الحية الدقيقة اللي هي بتعمل على احداث تغيرات مرغوبة في بعض الاخذية زي صناعة الخبز مين اللي بيعمل عندي المقبوزات والمعجنات هو لازم من اضافة فطر الخميرة ايضا صناعة وتسويت بعض انواع الجبن الفاخر زي تسموها عن نوع معين من انواع الجبن اللي هو بنقول عليه الجبن الروكفور ده بتم تسويته بنوع معين من انواع الفطريات حتى سموها على اسم الفطر التاحل اللي هو فطر الروكفور ايضا انتاج اللبن الزبادي لا يمكن صناعة اللبن الزبادي الا باضافة البادئ طب البادئ ده بيكون محتوي على ايه بيكون محتوي على بكتيريا بنقول عليها بكتيريا حامض اللاكتيكو ده من الانواع النافعة وليست من الانواع الضر ايضا انتاج المخللات طبعا تسموها عن الخل اللي هو احنا بنقول عليه بنكوسين كده اللي هو حامض الخليج طب حامض الخليج ده منتج من مادة خام اشتغلت عليها بكتيريا الخل وبالتالي اديتني المنتج التخميري اللي هو حامض الخليج ده بيستخدمه والاستخدامات كتير جدا في مجال الاغذية ايضا من فوائد الكينات الحية الدقيقة انتاج العديد من المواد العضوية ذات الاهمية الاقتصادية عندي مواد كتير جدا مواد صناعية مواد طبية زي المضادات الحيوية مثلا مواد زراعية من خلال التخميرات الماكروبية زي انتاج الكحول والخل والفيتامينات والانزيمات والمضادات الحيوية والاحماض العضوية زي حامض البيوتاريك وحامض الستريك وحامض اللاكتك اخر حاجة معانا من فواد الكينات الحياة الدقيقة بتساهم في حل مشكلة الغذاء وخصوصا مشكلة نقص البروتين حيث يمكنها ان تضاعف حجمها خلال ساعة او اقل من ذلك طبعا انتو عارفين انه البكتيريا عموما والفطريات بتمتاز بسرعة تقاصرها بالانقسام السنائي البسيط يعني خلال ساعتين الخلية الوحدة ممكن تبقى خليتين طبعا ده بيديني تضاعف في العدد والتضاعف ده ممكن استغله في اننا اعمل خلايا ميكروبية منتجة للبروتين الميكروبي ودي بتستخدم في اعلاف الحيوان وهي ايضا بتستخدم كغزاء للانسان زي ما قلت لكم من شوية فطر المشروب يبقى انا استعرضت معاكم اعزائي الطلبة والطالبات فوائد الكائنات الحية الدقيقة انت بالتدريج خلال ابواب المنج هتاخد الفوائد دي ونستعرضها مع بعض بالتفصيل بازن الله تعالوا ننتهي للنقطة التانية اللي هي العكس بقى اللي هو اضرار الكائنات الحية الدقيقة اول حاجة في الاضرار طبعا بتسبب الكائنات الحية الدقيقة امراض للانسان طبعا امراض خطيرة جدا لو عدنا نعد في الامراض اللي بتسببها الكائنات الحية الدقيقة للانسان الكولورا شلل الاطفال الجدري التايفود الدوسنتاريا فيروس تي فيروس كورونا انواع متعددة جدا من الامراض طب بالنسبة للحيوان عندك امراض خطيرة جدا زي مرض مثلا التهاب الضرع مثلا الجامرة الخبيثة حمى الوادي المتصدق امراض كتيرة جدا للحيوان بتسببها الكائنات الحية الدقيقة طب النبات ده انا عندي مادة في الدبلوم في الصف الثالث اسمها مادة امراض النبات مادة امراض النبات دي مادة مقررة على جميع التخصصات يعني مادة مهمة جدا ما ينفعش انت تبقى مهند الزراعي وما ينفعش تبقى مهند الزراعي وما تعرفش تعالج المرض النباتي المرض النباتي انت في الحالة دي بتبقى بمثابة دكتور او طبيب للنبات زي الطبيب البشري ما هو طبيب للانسان والطبيب البطري ما هو طبيب للحيوان حضرتك بتبقى طبيب للنبات بتعرف المسبب المرضي تعرف اعراض المرض وايضا تحط برنامج لمكافحة المرض النباتي يبقى الكائنات الحياة الدقيقة بتحدث امراض خطيرة جدا للانسان وايضا للحيوان وكذلك للنبات تاني حاجة من الاضرار بتسبب فساد للاغذية والمشروبات المصنعة وايضا الطازجة لو انا محافظتش الاغذية والمشروبات بوسيلة حفظ مختلفة وحناخد وسائل الحفظ في مايكروبيولوجيا الاغذية عند حفظ بالحرارة وحفظ باستخدام المواد الحفظة وحفظ باستخدام التكفيف وايضا حفظ باستخدام المحليل المركزة كل دي انواع مختلفة من الحفظ وحناخدها ان شاء الله في الوحدة الخاصة بمايكروبيولوجيا الاغذية تلاتة بيؤدي نمو الميكروبات في الاغذية الى تكوين السموم وظهور اعراض التسمم الغذية على من يتناول هذه الاغذية طبعا اي كان حقيق اعزاء الطلبة والطلبات بيبقى له مخلفات او بنقول عليها نواتج التمثيل الغذائي نواتج التمثيل الغذائي زي ما احنا بنقول كده عندنا في الانسان اللي هي نواتج الهضب هذه النواتج بتبقى محتوية على سموم بنقول عليها السموم الميكروبية سواء كانت سموم ميكروبية بتفرز من الميكروب من الداخل الخارج بنقول عليها سموم خارجية او بتكون متودة داخل جسم الميكروب بنقول عليها سموم داخلية وهذه السموم بتكون موجودة في الغذاء اللي بينمو عليه الكائنات الحياة الدقيقة اذا تناولها الشخص او تناول غذاء فاسد ده بيؤدي الى ظهور اعراض التسمم الغذية على الانسان وطبعا دي بتؤدي الى مرض الانسان وقد تؤدي الى الوفاة في بعض الحالات اخر حاجة فيه الاضرار اللي هو تلف المنسوجات وتلف الاخشاب واي مادة عضوية ذات قيمة بتعمل على تحللها وتلفها الكائنات الحية الدقيقة هي ملاش علاقة بالحاجات المصنعة الكائن الحي الدقيق ده كائن حي عايز يتجزى على مادة عضوية ايا كان مصدرها سواء كانت مادة عضوية مصدرها نباتي او مصدرها حيواني تعالوا بنا اعزائي الطلبة والطالبات نستعرض مع بعض كده ايه هي المجميع المايكروبية او مجميع الكائنات الحية الدقيقة اللي انا ممكن ندرسها السنة دي مع بعض اول مجموعة عندنا البكتيريا وبعدين الفطريات وحناخد جزء عنها وبعدين الفيروسات والطحالب وايضا البروتوزوة او بنقول عليها الحيوانات الاولية تعالوا بقى نستعرض او ناخد نظرة عامة على الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في التربة هناخد اول حاجة من الخمسة اللي احنا لسه اشارنا لهم من شوية اللي هو البكتيريا تعريف البكتيريا ايه كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية صغيرة الحجم لا ترى بالعين المجردة ولذلك تتم دراستها عن طريق الماكروسكوب الضوئي بتمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام السنائي البسيط وقدرتها على تحليل المواد العضوية يبقى دا تعريف البكتيريا طيب البكتيريا هل يطرى هي شكل واحد لا دي تلات اشكال مختلفة اول شكل هنجرسه مع بعض اللي هو الشكل الكروي شكل كروي من اسمه يبقى واخد شكل الكرة الكرة دي قد تكون كرة واحدة فبنقول عليه الشكل المفرد او بتوجد في تجمعات بنقول عليها تجمعات او في ازواج مثل جنس بنقول علي جنس ماكرو كوكاس او في سلاسل او في عنقيد بتشبه عن كود العنب اللي احنا بنقول عليه زي جنس استفلي كوكاس النوع التاني اللي هو الشكل العصوي والشكل العصوي من اسمه يبقى هيبقى واخد شكل العصة زي وبتنقسم لقسمين العصوي القصير وايضا في نوع تاني اللي هو العصوي الطويل خلي بالكو اعزاء الطلبة وطلبات العصوي القصير ده ده بيكون هو معظم الامراض البكترية بتسببها للنبات النوع اللي هو العصوي القصير والامثلة اللي عندي اللي هو جنس الباصلس النوع التالت اللي هو الشكل الحلزوني او اللي هو لبي وده بيبش بحرف الواو او الضم عشان كده بيسموه حتى ضمي او واوي والمثال اللي عندنا مايكروب اللي هو فيبريو كوليرا ده طبعا اللي مسبب لمرض الكوليرا في صورة معنا مختصر اختصرنا لكم فيها الاشكال المختلفة للبكترية اللي هو الشكل الكروي سوى كروي مفرد او في ازواج او في سلاسل او في مجموعات زي ما انتم شايفين في شاشتنا المتميزة ادي الكروي مفرد وادي ازواج وادي سلاسل وادي الاستافلي كوكاس او عنقود العنب الشكل العصوي زي ما قلتلكم من شوية عصوي قصير وعصوي طويل الشكل او النوع التالت والاخير اللي هو النوع اللولابي او النوع الحلزوني اللي احنا بنقول علي ضمي او واوي طب تعالوا بينا اعزائي الطلبة نستعرض مع بعض انواع الحركة في البكترية الحركة في البكترية انواع سلاسة يعني ما يجيلك في الامتحان ايه هي انواع الحركة في البكترية حتقول له حركة بالاصوات حركة انزلاقية والنوع التالت والاخير اللي هو الحركة البريمية او بيسموها بنكوسين الحركة السعبانية لان هي بتشبه حركة السعبان طبعا كل ده احنا لا ترى بالعين المجردة كل ده ممكن تلاقيها على دراعك وممكن تلاقيها على هدومك وممكن تلاقيها في المكان اللي انت فيه وطبعا في الحلقات المقبلة باذن الله هنجيب لكم فيديوهات بتوضح طريقة الحركة في البكترية وايضا فيديوهات بتعرفك اماكن تواجد هذه الكائنات وكيفية معرفة الانواع النفاعة وايضا الانواع الضارة وازاي تفادى خطر الانواع الضارة واستثمر منافع الانواع النفاعة باذن الله طيب تعالوا نستعرض مع بعض كده انواع الحركة في حركة اول نوع عندي اللي هو الحركة بالاصوات او بنقول عليها الفلاج اللات ايه هي الاصوات دي الاصوات دي اعزاء الطلبة والطلبات عبارة عن خيوط الخيوط دي بتبقى خيوط طويلة ورقيقة ورفيع جدا زي ما انتو شايفين طلع منين طلع من جسم الخلية اه ادي الخيوط اللي انتو شايفين بنقول عليها الاصوات او الفلاج اللات اه وتتتركب من مواد بروتينية وتنشأ من داخل الجسم الحبيب ده بيكون موجود بين الجدار الخلوي والغشاء السيتولازمي او احنا بنقول عليه الغشاء البلازمي فيه منها بقى الحركة بالاصوات انواع عديدة جدا اللي هي بكتريا عديمة الفلاجلات او بنقول عليها عديمة الاصوات ممكن يكون لها صوت واحد في طرف واحد من الخلية ممكن يكون لها خصلة من الاصوات في طرف واحد من الخلية او تكون ذات خصلتين من الاصوات في طرف خلية او تكون الاصوات وازعب انتظام على محيط الخلية. اللي همني تعرفوا انه اول نوع اللي هو الحركة بالاصوات او بنقول عليها بالفلاج اللات. النوع التاني اللي هو الحركة الانزلاقية او سكينينج اللي هو بقوله عليه زي بيعمل سكينينج. طب السكينينج ده بيتعامل فين? او الحركة الانزلاقية دي بتتعامل فين? بتتعامل على الاسطح الصلبة فقط يعني لا تصلح اه فيها طريقة الحركة الانزلاقية. ممكن تجي لك دي صح وغلط. تتم الحركة الانزلاقية على اه او فوق الاسطح السائلة. يبقى الاجابة عندك اجابة خاطئة. هي فوق الاسطح الصلبة. النوع التالت والاخير اللي هو الحركة البريمية. الحركة البريمية دي بتبقى موجودة في البكتيريا الحلزونية التي لا تحتوي على اصوات زي ما انا قلت من شوية المثال اللي عندنا. مثال بكتيريا او جنس بكتيريا المسببة لمرض الكولارة اللي احنا بنقول عليه آآ جنس فيبريو. طيب. تعالوا بينا بقى نستعرض تركيب الخلية البكتيرية واحنا جابن لكم هنا صورة بتوضح التركيب ده. اول حاجة عندي اي خلية بكتيرية هتلاحز فيها انه من الخارج هنستعرضها الاول من الخارج للداخل. هتلاقي من الخارج كده في غلاف او آآ طبقة بتحيط بالبكتيريا من الخارج. بنقول لها لها اسامي مختلفة. العلبة او الكابسولة او الطبقة الخارجية. التلات اسماء مراضفات لنفس الشيء اللي هي طبقة هلامية بتحيط آآ بالبكتيريا من آآ الخلية البكتيريا من الخارج. البكتيريا من الخارج. الطبقة دي بيبقى وظيفتها او مهمتها بتعمل على او بتعمل كحماية للخلية البكتيرية. وايضا لها دور آآ في التصاط الخلايا ببعضها. تعالوا نشوفها في شاشتنا الجميلة مع بعض. بتحيط بالخلية من الخارج. وهي طبق طبقة لازجة بتتكون بتكونها البكتيريا عند تعرضها لظروف بقية غير ملأمة. الوظيفة زي ما قلتلكم من شوية. الحماية والتصاط الخلايا البكتيرية آآ ببعضها. تعالوا بقى نستعرض مع بعض آآ تاني آآ مكون من مكونات الخلايا البكتيرية اللي هو الجدار الخلوي. بيتكون من ايه? بيتكون من مواد كاربوهايدراتية معقدة التركيب بيطلق عليها مادة كده اسمها مادة المايوري. المادة دي مادة متميزة وفردة من نوعها في تركيب الجدار الخلوي للبكتيريا. لانه مش موجودة اللي فيها اللي وبتدي الجدار الخلوي في الخلية البكتيرية الصلابة والمرونة. ممكن يجي لي سؤال علل هنا. يقول لك ايه? يقول لك تمتاز او يمتاز الجدار الخلوي للخلية البكتيرية بالصلابة والمرونة. اللي اجابة في كلمتين. نظرا لاحتواءه على مادة المايورين. الوظيفة بتاعت الجدار الخلوي بتشبه الى حدا الى حدا ما وظيفة العلبة او الكابسولة او الطبقة الخارجية اللي هو بيحمي الخلية البكتيرية من المؤثرات الخارجية او من الشكل المحدد لها. طب احنا درسنا ايه دكتور الاشكال? درسنا الشكل الكروي ودرسنا الشكل العصوي ودرسنا الشكل الحلزوني. وبيحميها ايضا من اه الانفجار. المركب الثالث في الخلية البكتيرية اللي هو الغشاء البلازمي. طب الغشاء البلازمي ده بيتكون من ايه? احنا قلنا الجدار الخلوي مواد كربوهيدراتية. هنا لا. هنا بيتكون من اللبيدات. وكلمة اللبيدات يبقى على طول يحصل عندك ارتباط بالاحماض الدهنية والزيوت والدهون. والبروتينات يعني احماض امينية. وهو غشاء شبه منفز. وظيفة بقى الغشاء البلازمي ده وظيفته مهمة جدا 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 لاي خلية سواء كانت خلية بكتيرية او حتى خلية حيوانية او نباتية. هو المسؤول عن اه النفاذية الاختيارية. يعني هو المسؤول انه في عناصر تدخل جوه الخلية وعناصر اخرى لا يتم دخولها. يعني بما انا بشبهه كده انه هو عبارة عن حارس عمارة او حارس عقار. مين يدخل ومين ما يدخلش? الخلية محتاجة بوتاسيوم? اوكي يلا عدي. الخلية مش محتاجة يوقف خارج اللي ايه? الخلية. اللي ايه? الخلية. ايضا ليه دور مهم جدا اللي هو الغشاء البلازمي في عملية التنفس وتبادل الغازات. رابع مكون عندنا من مكونات الخلية البكتيرية السايتوبلازم. السايتوبلازم موجود في معظم الخلية حتى في الخلية الحيوانية اللي احنا بيتكون مننا جسمها اللي هو الانسان. هو سائل بروتيني غروي بيحتوي على سبعين لتسعين في المية من وزنه ماء عشان كده مذكور واجعلنا من الماء كل شيء ايه? حي. وبيحتوي على المادة النووية وما قلتش نوية ركزه في الكلام. والحبيبات المخزنة. والانزيمات الهامة ومراكز بناء البروتين. طبعا مراكز بناء البروتين هنعرفها دلوقتي بتبقى موجودة فين? بس تعالوا ناخد المكون بقى لنا سائل علي من شوية ما قلتش نوية وقلت مادة نوية. اه ليه قلت بقى مادة نوية? لانه تتميز الخلية البكتيرية بانها بدائية النوية. ليه? لعدم احتواها على غشاء نوية. طب ممكن يجي لك سؤال في النقطة دي? اه ممكن يجي لك سؤال علل في الجزئية دي. اقول لك ايه? اقول لك تعتبر الخلية البكتيرية خلايا غير حقيقية النوية. او بدائية النوية. كلمة غير حقيقي مرادف بتاعها بدائي. ما تستغربش. لو جالك السؤال باي صيغة انت تكون مستعد للاجابة ان شاء الله. الاجابة هتقولها برضو في كلمتين. نظرا لعدم احتواء المادة النوية على غشاء آآ نووي. بتتكون بقى من ايه بقى المادة النوية دي? بتتكون من كروموزوم واحد. وبكون آآ بيتركب من الحامض النووي الدين ايه? وطبعا انتوا عارفين انه بيكون حلقي آآ الشكل. وظيفة النوية او وظيفة المادة النوية هي هي نفس وظيفة النوية اللي هي الانقسام وايضا التقاصر. المكون السادس اللي عندي اللي هي المواد المخزنة. المواد المخزنة يعني مواد بتخزن الغذاء الزائد عن حاجة الخلية. طيب بتبقى في صورة ايه? بتبقى في صورة حبيبات نشا او جيلايكوجين او حبيبات شبيهة بالدهون او مواد فسفورية مخزنة. كل دي طبعا انا عندي نشا نباتي وفيه نشا حيواني اللي هو بنقول عليه الجيلايكوجين. طبعا النشا انتوا عارفين طبعا وشطار اللي هو مكون من سكر عديد. المكون السابع اللي عندي اللي هي الجراسيم الداخلية. وكلمة جراسيم هي احدى طرق حفظ النوع وليس التكاثر. حيث تكونها البكتيريا في حال تعرضها لظروف بقية غير ملائمة. تعالوا بقى نستعرض مع بعض كده في عجالة تعريف الجرسومة. الجرسومة لما تسمع كلمة جرسومة بتبقى عبارة عن ايه? عبارة عن جسم كسيف له جدار سميك ونسبة رطوبة بها حوالي خمستاشر في المية. وشكلها بيكون بيضاوي او كراوي او اسطوانية الشكل. تعالوا بقى ناخد اهم اجناس البكتيريا اللي موجودة في التربة او جلس عندي اه جنس المايكرو كوكاس. قلنا دكارا والشكل جنس الباسيلس. قلنا عصا والشكل كولوستريديام وايضا في جنس اسمه السيدومونس. اه اخر حاجة في البكتيريا هنستعرضها مع بعض اللي هي تقسيم بكتيريا التربة من حيث مصادر الكربون والطاقة. عندي نوعين. ما لهمش تالت. النوع الاول بقول عليه بكتيريا عضوية التغذية. والنوع التاني بقول عليه بكتيريا غير عضوية التغذية. ايه بقى بين كوسيد معدانية التغذية. البكتيريا عضوية التغذية لها اسم تاني. بقولو عليها هيتيروتروفك آآ بكتيريا. والنوع اللي بعد كده اللي هي معدنية التغذية بقولوا عليها بكتريا اللي هي ذاتية وغير ايه ذاتية تعالوا نستعرض في عجالة كده النوع الاول اللي هي بكتريا عضوية التغذية مقصود بها ايه هي بتحصل على احتياجاتها من الكربون والطاقة من مصادر عضوية عشان كده قلت عليها بكتريا عضوية الايه التغذية بتمثل هذه المجموعة اغلب انواع البكتريا وبتعيش في التربة وبتكون بالعديد من التفاعلات الهامة في تحليل المواد العضوية وبتحولها لصورة بسيطة ميسرة للنبات وكما انها تحتوي على اهم الانواع المثبتة لازوت الهواء الجوي النوع التاني اللي هو بكتريا معدنية التغذية بتحصل على احتياجاتها من الكربون اللازم لها من ثاني اكسيد الكربون ولا تحتاج الى مواد عضوية لنموها ومن اهمها بكتريا التأذوت وبكتريا اجسادة الكابرت يعني النوع الاولاني اللي عندي المثال الاول اللي هي بكتريا عضوية التغذية بكتريا تسبيت audود الهواء الجوي او نيتروجين الهواء الجوي النوع التاني تقول jeden النوع اللي تعالوا ناخد بقى المكون التاني او الكائن التاني اللي عندي وكان ده كائن خطير جدا ومنتشر جدا وايضا مهم جدا اللي هي الفطريات من اهميتها العلماء حطوها في مملكة لوحدها كده وسموها مملكة الفطريات او بنقول عليها احنا كينج دام فانجاي او مملكة الفطريات الفطريات كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة غير ذاتية التغذية بتخلو اجسامها من مادة الكولوروفيل او من البلاستيدات الخضراء علشان كده قلنا عليها غير ذاتية التغذية اي كائن حي اولاد بيكون لا يستطيع ان يكون بعملية البناء الضوئي انا عن نفسي كده بقول عليه انه ده كائن غير ذات التغذية او لا يعتمد على نفسه في تحضير غذائه الكائن ده او الفطريات هناخد التعريف مع بعض وان شاء الله ان نستعرضه في الحلقات المقبلة بالتفصيل هي عبارة عن كائنات حية دقيقة خالية من الكولوروفيل غير ذاتية التغذية لا ترى بالعين المجردة بتتكون من خيوط بتسمى هيفات هذه الخيوط قد تكون مقسمة بجدر عرضية او غير مقسمة بنقول عليها ميسيليم غير مقسم بتتكاثر جنسي وايضا تكاثر لا جنسي وهناخد تأسيم الفطريات لخمس اقسام رئيسية على حسب طريقة التكاثر الجنسي بتتميز بتكوين خلايا حقيقية النواة لما اقول لك خلايا حقيقية النواة يبقى على طول تربط او تعمل بين الغشاء النواوي وبين النواة لما تيجي تقول لك تعتبر علم تعتبر الفطريات كائنات حية حقيقية النواة هتقول له لانها تحتوي على غشاء النواوي وهتقول لي غشاء بلازمي فيه فرق بين الغشاء النواوي والغشاء البلازمي الغشاء البلازمي بيحيط بكل الخلية وبيالي الجدار الخلوي فيه التكوين بينما الغشاء النواوي ده بيحيط بالنواة ومكونات النواة تتميز بتكوين خلايا حقيقية الايه والنواة طبعا احنا جابل لكم في شاشتنا المتميزة صور للفطريات طبعا دي انواع مختلفة من الفطريات انواع مختلفة وحيدة الخلية زي فطر الخميرة او عديدة الخلايا زي الانواع المختلفة من الفطريات هندرسها مع بعض ان شاء الله بالتفصيل هناخد اهمية وفوائد الفطريات لها دور هام في خصوبة التربة حيث تقوم بتحليل المخلفات العضوية بتستخدم بعض انواع الخمائر في انتاج الكحول بتستخدم الخميرة في انتاج فيتامينات بي المركبة والتي بتستخدم في الاغراض الدوائية وايضا صناعة الخبز اربعة بتستخدم بعض انواع الفطريات في انتاج الانزيمات وانتاج حامض الستريك وده طبعا مهم جدا في طرق حفظ الاغذية خمسة بتستخدم بعض انواع الفطريات كغزاء للانسان او علف للحيوان ومن الفطريات اللي بتستخدم كغزاء للانسان زي ما قلت لكم من شوية لو فطر عيش الغراب او المشرم وايضا بتستخدم الفطريات في تسويت بعض انواع الجبن الفاخر هنستعرض مع بعض الاضرار ودي ان شاء الله هننهي بها حلقة اليوم بتسبب بعض الفطريات امراض للنبات والانسان والحيوان زي امراض الكباء والتنية بتسبب كثير من الفطريات امراض لكثير من المحاصيل المختلفة بتؤدي الى موت النبات او خفض انتاجية المحصول كثير من الفطريات بتؤدي الى فساد الاغذية زي اللحوم والخضروات والفواكه ومنتجات الالبان والخبز والمربع والمخللات وبتسبب تحلولها اربعة بتسبب بعض انواع الفطريات اضرار بالغة للاخشاب في بعض الاماكن الراطبة كما تكون بتحليل الجلود والمنسجات والكتب المخزنة واخر حاجة معنا بعض انواع الفطريات بتفرز سموم فطرية خصوصا في المحاصيل المخزنة لفترات طويلة زي محصول الفول السوداني ويسبب هذا السم امراض سرطانية للانسان وايضا للحيوان بكده اعزائي الطلبة والطالبات نكون اخذنا فكرة عن مادة المايكروبيولوجي وايضا نكون ادينا لكم يعني ايه مايكروبيولوجي قلنا علم المايكروبيولوجي هو علم دراسة الكائنات الحية الدقيقة واستعرضنا اهمية هذا العلم في الحياة اليومية وعلاقته بالنظام البيئي وعلاقته بالبيئة وقلنا لكم وقلنا لكم ازاي نستثمر الكائنات الحية الدقيقة سواء كانت الانواع النفعة او الانواع الضرق الانواع النفعة بنستثمرها في العديد من الصناعات وايضا في زيادة خصوبة التربة زي ما قلتلكم في بعض انواع منها بتعمل على تحليل المخلفات العضوية وكلمة تحليل يعني جعل المخلفات العضوية في صورة ميسرة لانتصاص النبات وده بيزود من خصوبة التربة وبالتالي بيؤدي الى الحصول على محصول جيد سواء من حيث الكام او من حيث الكيف بكده اعزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على امل ان نلتقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج المايكروبيولوجي حلقة النهاردة هي تاني حلقات مادة المايكروبيولوجي احنا خدنا في الحلقة السابقة اهمية علم المايكروبيولوجي والاهداف العامة لدراسة علم المايكروبيولوجي وقلنا لكم علم مايكروبيولوجي يعني علم الكائنات الحية الدقيقة وقلنا انه ده علم حديث بدأ اكتشافه او بدأ تطوره باكتشاف المايكروسكوب واستعرضنا مع بعض اهم العلماء اللي سهموا في تطور العلم المايكروبيولوجي حابب أنه تتعرفوا أنه أول من اكتشف الكائنات الحية الدقيقة هو العالم أنتوني فان ليفين هوك رائد علم المايكروبيولوجي هو العالم لويس باستير وأول من وضع أسس التحضيرات البكتريولوجية واكتشف مايكروب السل والكلرة هو العالم روبرت كوخ وبعد كده استعرضنا مع بعض الأهمية الاقتصادية للكائنات الحية الدقيقة خدنا منها الفوائد وأيضا خدنا الأضرار وبعد كده بدأنا ناخد نظرة عامة عن أهم مجميع الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في التربة خدنا البكتريا خدنا الفطريات خدنا الفيروسات خدنا التحالب وأيضا الحيوانات الأولية وخدنا أول مكون أو أول كائن حي موجود في التربة واستعرضنا بالتفصيل اللي هو البكتريا عرفنا يعني بكتريا وعرفنا أيضا تركيب الخلية البكتريا وعرفنا أشكال البكتريا وعرفنا أنواع الحركة في البكتريا قلنا حركة بالأصوات وحركة انزلاقية وحركة صعبانية وبعد كده خدنا تركيب الخلية البكتريا وقسمنا البكتريا على حسب مصادر الكربون والطاقة إلى نوعين بكتريا عضوية التغذية وأيضا بكتريا معدنية التغذية وخدنا أمثل على كده وتاني كائن حي دقيق فيه التربة ممكن نحن نعرفه اللي هو الفطريات وقلنا الفطريات دي مملكة كبيرة جدا في منها وحيد الخلية وفي منها عديد الخلية وحيد الخلية زي البكتريا مثلا زي الخميرة مثلا وعديد الخلية زي باقي أنواع الفطريات اللي هندرسها مع بعض إن شاء الله بالتفصيل ودينا لكم أن الفطريات كائنات حية غير ذاتية التغذية بتخلو أجسامها من مادة الكلوروفيل وبالتالي لا تستطيع القيام بعملية البناء الضو ولازم كلكو أعزائي الطلبة والطالبات تعرفوا يعني بناء ضوء وبنقول على فوتو سينسز العملية دي هي أصل الحياة بدونها بتقف الحياة وبيموت كل الكائنات الحياة اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية هي بتتكون من عناصر بسيطة جدا يعني تعرفوا قدرة ربنا سبحانه وتعالى فيه إنه هو يجهز لنا الغذاء سواء كان حبوب سواء كان فواكه سواء كان خضر من مكونات أولية اللي هي سانيوكسيد الكربون وقلتلكوا نسبته في الهواء لا تتعد وبخار الماء اللي هي المية كل ده بيتحد فيه مكون فيه موجود في ورقة النبات الخضراء بنقول عليه الكلوروفيل أو بنسميه احنا بالعربي البلاستي دات الخضراء بتتحول الطاقة دي لطاقة كيميائية وبيديني أول مركب غذائي يصلح للأكل على وجه الأرض اللي هو السكر الوحادي اللي هو سكر الجلوكوز اللي هو احنا بنقول عليه رمزه ستة اتش 12 وستة زاد اكسجين زاد طاقة المختصر ده هو مختصر لعملية البناء الضوئي اللي الفطريات لا تستطيع القيام بها لأنها تفتقر إلى وجود أو تقلو أجسامها من وجود مادة الكلوروفيل وبالتالي هي غير ذاتية التغذية وأن الفطريات بتمتاز إن هي كائنات حقيقية النواية زينا وزي النبات الراقي الخلية بتاعته بتحتوي على غشاء نوي واستعرضنا مع بعض أيضا أعزائي الطلبة والطلبات الأهمية الاقتصادية للفطريات سواء كان المنافع أو أيضا الأضرار تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطلبات نبدأ حلقة اليوم ونستعرض مع بعض باقي المكونات الأساسية للفطريات هناخد أول حاجة في حلقة اليوم اللي هو تركيب خلية الفطر بيتركب الفطر من الجدار الخلوي بيحيط بالخلية من الخارج وبيحدد الشكل العام للخلية كما أنه بيحمي السيتوبلازم من المؤثرات الخارجية وهو يسمح بمرور المواد ولا يسمح لغيرها بالمرور اللي احنا قلنا عليها دي النفاذية الاختيارية الغشاء السيتوبلازمي ده المكون التاني هو غشاء رقيقي بيتكون من مادة الليبو بروتين وهو شبه منفذ بينظم مرور المواد الغذائية الزائبة في الماء وخروج النواتج التمثيل الغذائي وأيضا لدور في عملية التنفس السيتوبلازم بيظهر في معظم الفطريات بيكون شفاف ومحبب وبيحتوي على النواة والميتوكنديريا وحنعرف وظيفة كل نوع والشبكة الاندوبلازمية وحبيبات دهنية وجيلايكوجين وأهم المكونات ما يلي أول حاجة النواة النواة وقلنا نواة لأنه هي حقيقية وهي بتحتوي على غشاء نوي والنواة بتحتوي أيضا على الأحماض النووية اللي هي الـ DNA والـ RNA الشبكة الاندوبلازمية عبارة عن أجسام بروتينية محاطة بغشاء وبتلعب دورا هاما في التبرعم وفي أيضا الانقسام الخلوي الميتوكنديريا دي جسيمات مختلفة الشكل منها بيكون استواني أو كروي أو غير محددة الشكل أحيانا بتحتوي على إنزيمات الأكسادة والاختزال وهي مصدر الطاقة في الخلية الفجوة بتمثل جزء كبير من فراغ الخلية اللي احنا مناعنا للفجوة العصرية وقد توجد في الخلية فجوة واحدة أو عدة فجوات الفجوات دي بتحتوي على إنزيمات التحلل الماء رقم 6 من المكونات اللي هي الحبيبات الدهنية والجليكوجين بتصل نسبة الحبيبات الدهنية في الخلية الفطرية إلى حوالي 50% من الوزن الجاف أما الجليكوجين فهو مادة كربوهدراتية تنتشر في السيتوبلازم تعالوا بنا أعزائي الطلبة والطالبات زي ما قسمنا البكتيريا لنوعين على حسب مصادر الكربون والطاقة هنقسم أيضا الفطريات لأكتر من قسم على حسب نوع التغذية بتنقسم الفطريات من حيث حصولها على الغذاء أول نوع اللي هي فطريات إجبارية التطفل يعني إيه فطر إجبار التطفل حابة أقول لها الكبساطة كده الأول وبعدين نستعرضها مع بعض في الحلقة إن شاء الله كلمة إجباري التطفل يعني كائن حي بيحصل على غذاءه من كائن حي آخر وعندما يموت هذا العائل أو هذا الكائن الحي يموت أيضا من كائن حي ويموت بموت هذا الكائن الحي يعني ممكن يجي لك سؤال في الجزئية دي يقول لك يمكن تنمية الفطريات إجبارية التطفل على بيئات صناعية هتقول له الإجابة لأنه هل يمكن تنميةها على بيئات صناعية طبعا الإجابة غلط السؤال العالي هيقول لك لا يمكن تنمية الفطريات إجبارية التطفل على بيئات صناعية هتقول له نظرا لأنها هي إجبارية التطفل تعيش الا داخل انسجة حية الفطريات اجبارية التطفل بتحصل على غزاها من انسجة حية نباتية او حيوانية زي المثال اللي عندنا فطر البياض الزغبي وايضا فطريات الاصداء الفطريات اختيارية التطفل هي اصلا فطريات مترممة ولكن اي تحصل على غزاها من مواد عضوية ولكن تستطيع النمو اه بصورة متطفلة ان وجدت العائل المناسب لها والمثال اللي عندنا فطريات الزبول النوع التالت اللي هي فطريات اجبارية الترمم دي بتحصل على غزاها من المواد او تحلل المواد العضوية الميتة زي فطريات اللي بتحلل المخلفات الزراعية النوع الرابع والاخير فطريات اختيارية الترمم ودي فطريات بتعيش على انسجة نباتية لفترة محدودة وعندما تموت هذه الانسجة بتستطيع الاستمرار في النمو على الانسجة الميتة ايضا تعالوا بقى ناخد تقسيم الفطريات على حسب نوع وطريقة التكاثر الجنسي يعني ايه الكلام ده انا عندي نوعين من انواع التكاثر في الفطريات زي ما قلنا من شوية في التعريف تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي التكاثر اللا جنسي معناها انه اه لا تحتاج الى نوعين او الى فردين في التكاثر انما التكاثر الجنسي لابد من وجود خيط موجب مع خيط سارب وتكوين الجرسيم اه الجنسية في النهاية. طيب التكاثر الجنسي ده بيتم في الظروف العادية او اللا بيتم في الظروف الغير ملعمة. بيتم في الظروف الغير ملامة لانتاج افراد تستطيع مقاومة هذه الظروف الغير ملامة نظرا لانها بتكون واخدة صفات وراسية من كائنين او من خطين مختلفين وبالتالي المنتج او الكائن الجديد بيحمل صفات بتستطيع او بيستطيع بهذه الصفات ان يقاوم الظروف البيئية الغير ملامة طب احنا على اساس نوع التقاصر الجنسي اسمنا الفطريات لخمس اقسام رئيسية اول قسم بنقول عليه فطريات بيضية خلي بالك تتقاصر جنسيا بتكوين الجراثيم البيضية يبقى اول ما تقول اسم الفطري يبقى بالتالي حتستنى في نهاية الجملة انه يتكرر مرة تانية يبقى الفطريات البيضية هنقول تتقاصر جنسيا بتكوين الجراثيم البيضية والمثال اللي عندك امثلة كثيرة جدا من ضمنها فطريات البيض الزهبي النوع التاني اللي هي الفطريات الزيجية قولوا انتوا بقى معاي تتقاصر جنسيا بتكوين الجراثيم الزيجية والمثال اللي عندي فطر عفن الايه الخبز النوع التالت اللي هي التكاصر او الفطريات الاسكية تتقاصر جنسيا بتكوين الجراثيم الاسكية والمثال اللي عندي اللي هو فطريات البيض الدقيق النوع اللي بعد كده اللي هي الفطريات البازي دية تتقاصر جنسيا بتكوين الجراثيم البازي دية والمثال اللي عندي فطريات التفاحمات والاصداء والنوع الاخير اللي هي الفطريات الناقصة تتقاصر جنسيا بتكوين الجراثيم لا ما فيش جرسيم عشان كده سميناها الفطريات الناقصة لو جالك سؤال علي في الامتحان لماذا سميت الفطريات الناقصة بهذا الاسم هتقوله لانه لم يعرف لها طور تكاثر جنسي يبقى انا عندي خمس انواع من الفطريات على حسب طريقة التكاثر الجنسي هنستعرضهم في عجالة فطريات بيضية فطريات اسكية فطريات زيجية فطريات بازدية وايضا النوع الاخير اللي هي الفطريات الناقصة زي ما قدتلكم لم يعرف لها طور تكاثر جنسي والمثال اللي عندي فطريات الزبور تعالوا بينا ناخد بقى مثال لنوع معين من الفطريات بيعيش مع النبات معيشة تعاون او تكافل يعني ايه يعني بياخد من النبات حاجة وبيدي له قصادها خدمة تانية يعني زي ما احنا بنقول كده خدمة قصاد خدمة احنا عندنا الفطريات قلنا لا تستطيع القيام بعملية البناء الضوء وبالتالي لا تستطيع تجهيز غذائها بنفسها فحتعتمد على نبات او حيوان في الحصول على الغذاء طيب الفطريات المايكو رايزة دي عايشة فين؟ عايشة في التربة او داخل جزور النبات حتى اسمها مايكو رايزة كلمة مايكو يعني فطر و رايزة يعني جزري يعني لما نيجي اه نترجمها مع بعض كده نقول عليها جزور فطرية او بمعنى اخر فطريات جزرية هي هي نفس المعنى يعيشة تكافلية يبقى مهمة ولا مش مهمة مهمة طبعا لان هي بتدي النبات خدمة او بتعمل النبات خدمة وبتاخد قصادها الغذاء المصنع اللي هي لا تستطيع ان تجهزه بنفسها تعالوا نستعرض التعريف مع بعض المايكو رايزة عبارة عن جزور فطرية فطريات جزء منها بيمتد داخل انسجة العائل والجزء الاخر بيكون موجود في التربة بتعيش مع النبات العائل معيشة تكافلية زي ما قلتلكم من شوية اعزاء الطلبة و الطلبات و دي طبعا صورة مكبرة لفطر المايكو رايزة شايفين انتو الشعيرات اللي لونها ابيض دي اللي هو مايسيليم او هيفات الفطر طبعا انواع المايكو رايزة نوعين في نوع بنقول عليها مايكو رايزة داخلية بديت تبعى عبارة عن تفاروعات شجيرية من هيفات الفطر داخل انسجة النبات العائل بتسمح بتبادل المواد الغذية بين انسجة الفطر والعائل النوع الثاني اللي هي المايكو رايزة الخارجية بترتبط بالاشجار والشجيرات في المناطق التي يكون فيها النمو موسميا تعالوا بقى نستعرض اهمية فطريات المايكو رايزة وتحطوا تحتها مليون خط لان دي جزئية مهمة جدا بتيجي اخر السنة ان شاء الله في الامتحان فتحفظوها كويس وتفهموها قبل ما تحفظوها احنا اتفقنا انه المايكو رايزة عبارة عن جزور فطرية يعني بتزود مساحة سطح المجموعة الجزري يعني المجموعة الجزري انا النبات عند مكون من ايه احنا درسنا ده في مورفولوج النبات في الصف الاول او الشكل الظاهري للنبات خلينا نتكلم عربي ده بيبقى عبارة عن مجموعة جزري ومجموعة خضري ومجموعة ثمري هو ده المكون الاساسي لاي نبات طيب المجموعة الجزري ده كان عبارة عن مية شعيرة جزرية وبدأ يكون معاهم مايسيليم فطر المايكو رايزة 100 يبقى زود من المساحة ولا قلن المساحة يبقى طبعا زود المساحة وانتوا عارفين ان وظيفة الجزر عموما تثبيت النبات فيه التربة وامتصاص الماء والعناصر الجزائية الموجودة في التربة وبذلك بيرفع من كفاءة ووظيفة المجموعة الجزري تاني نقطة اللي هو بتعمل او بتفرز انزيم الفوسفاتيز طب انزيم الفوسفاتيز ده بيعمل يا دكتور ده الانزيم المزيب للفوسفات العضوية اللي موجودة في التربة طب ايه المشكلة ده انا عندي غزاء موجود في التربة بجوار جزر النبات ولا يستطيع ان يمتصه ليه لا يستطيع ان يمتصه لانه لازم النبات علشان يمتص الفوسفور لازم يمتصه في صورة ميسرة او في صورة زائبة مين اللي بدوب الفوسفور ويحلله من مجموعة كبيرة كده بنقول على مجموعة الفوسفات او مجموعة البي اوفور ويخليها في صورة البي بس اللي هو عنصر الفوسفور هي فطريات المايكورايز عن طريق ان هي بتفرز او بتفرز في التربة انزيم الفوسفاتيز والانزيم ده من شأنه ان هو يعمل على ازابة مجموعة الفوسفات العضوية اللي موجودة في التربة كيزو ممكن تيجي اكمل في الامتحان ممكن تيجي صح وغلط بتزيد من قدرة النبات على امتصاص الماء لسه نعيلها من شوية في الاول خالص لانه بتزود مساحة سطح المجموعة الجزر والجزر هو وظيفة امتصاص الماء وبالتالي بتزيد من قدرة النبات على امتصاص الماء بتزيد من قدرة الجزور على افراز الاحماض العضوية وساني اكسيد الكربون مما يوسر من العناصر الغذية في التربة يعني ايه الكلام ده يا دكتور الحمض العضوي لما بيفرز بيفرز من كان حي غير الحمض الكيميائي خالص الحمض العضوي زي مثلا اديكم مثال عشان اقرب لكم الصورة مننا كده اللي هو HCL او حمض الهادركلوريك الموجود في معدة الانسان ده اسمه حمض كيميائي ولا اسمه حمض عضوي لا ده اسمه حمض عضوي لانه افرز من عضو من اعضاء الكائن الحي سواء كان نباتي او حيواني او حتى كائنات حية دقيقة طيب الحمض ده لما بيفرز فيه التربة بيعمل ايه بيرفع من حموضة التربة طيب ايه اللي يحصل البيئتش بتاع التربة اللي هو الباور اوف هيدروجين او تركيز ايون الهايدروجين في التربة بيعلى وبالتالي بيكون عندي درجة الحموضة عالية طيب الفوسفات فيه بتدوب امتى بتدوب في الاراضي الحمضية وليست في الاراضي القلوية عرفتوا جانين انه الاراضي المصرية بيكون معظمها او تركيبها اراضي قلوية او بنقول عليها قاعدية وبالتالي الفوسفات اللي موجودة فيها لا تزوب بتدوب امتى لما تتحول من وسط قاعدة الى وسط حمضة عن طريق افراز الاحماض الى عن طريق الاحماض الى العضوين تعالوا بقى عزيزاء الطلبة قوي الطالبات ننتقل للمكون التالت معانا في حلقة اليوم اللي هو الفيروسات حديث الساعة بقى ايه الفيروس ده الفيروس اللي مجنن العالم كله ومقعده في البيوت هو فيروس لا يرى بالعين المجردة ولا يرى حتى بالميكروسكوب الضوء العادي ده دقيق لدرجة انه عايز وسيلة تكبير تفوق الوسيلة بتاعة الميكروسكوب الضوء العادي الف مرة تخيلوا لو الميكروسكوب العادي بكبر مرة الميكروسكوب الالكتروني بكبر الف مرة قد الميكروسكوب العادي تعالوا نستعرض تعريف الفيروسات مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة المتناهية الصغر اجبارية التطفل لما اقولك بقى اجبار التطفل انت تقول معايا يعني لا يستطيع ان ينمو الا في او داخل نسيج حي او داخل كائن حي يعني الفيروس لو خرج من جسم الكائن الحي بيموت بعد بضعة ساعات يعني بالكتير خالص 12 ساعة ولذلك احنا بنعمل عملية تعقيم وعملية تطهير للمناضد والترابيزات والادوات اللي بنستخدمها علشان نقي انفسنا من الاصابة بالفيروسات بيتكون من ايه بقى الفيروس ده هو اصلا جسيم متناهي في الصغر بيتكون من مكونين رئيسيين بنقول عليه نيكلو بروتين ايه كلمة نيكلو بروتين ده نيكلو بروتين يعني بروتين وحامض نووي خد يكون الحامض النووي مكون من الار ان ايه او يكون مكون من دي اكس يريبوز اللي هو بنقول عليه الده ان ايه اه اللي ببقى موجود فيه الانسان اللي هو بيصيب الانسان تعالوا بقى ناخد تأسيم الفيروسات على حسب عدد عوائلها لو كان الفيروس هيصيب النبات بنقول عليه فيروس نباتي وعنا عندي انواع كتيرة جدا للفيروسات النباتية زي تورد القمة في الموز زي فيروس التبركش في الفول او مزايق الطماطم انواع كثيرة جدا بتصيب النباتات وبتحدث اضرار خطيرة جدا للنبات لان هي صعبة جدا في العلاج علاجها الوحيد ان انت تتخلص من النبات المصاب لما بالدفن او بالحرق وده طبعا بتبقى خسارة كبيرة جدا وخصوصا في محاصيل واشجار المعمرة زي اشجار الفاكرة النوع التاني اللي هو الفيروسات الحيوانية اللي هو بتاعنا احنا بقى اللي هو بيصيب الانسان والحيوان طبعا لو عدت عدد لكم في الانواع بتاعت الفيروسات اللي بتصيب الانسان شلل الاطفال التهاب الكابدي الوباي الجدري الحصبة كورونا نقص المناعة المكتسبة اللي احنا بنقول عليه كل ده انواع مختلفة من الفيروسات اللي بتصيب الانسان بعد كده النوع التالت بقى والاخير اللي انتوا تركزوا عليه وتهتموا به قوي لانه ممكن يجيلك اكمل في الامتحان فيروسات بتصيب الكائنات حية دقيقة بنقول عليها مجموعة لقيمات الكائنات الحية الدقيقة بتشمل ايه اولاد بتشمل البكتريوفاج ومن اسمه بكتريو يبقى بكتريا على طول يبقى بكتريوفاج بيصيب البكتريا اتنين نوع اسمه الاكتينوفاج بيصيب مجموعة من الكائنات بنقول عليها الاكتينومايسيتات النوع التالت المايكوفاج طبعا كلمة مايكو ده من مايكوتا زي ما انا اقول لكم من شوية يبقى فطريات يبقى عشان مش تطلخبط ده بيصيب لايه الفطريات النوع التالت والاخير او الرابع والاخير اللي هو السيانوفاج ده بيصيب التحالي تعالوا ناخد بقى جزئية مهمة جدا اللي هي علاقة الفيروسات بالكائنات الحية الدقيقة في التربة اول حاجة بتهاجم الفيروسات المايكروبات التي تستخدم في مجال انتاج المخصبات الحيوية زي بكتريا تثبيت ازوت الهواء الدول اللي احنا بنونا عليها الريزوبيوم والأزوت بكتر وبالتالي البكتريا دي لو تم اصابتها بالفيروس هتكون خصوبة التربة اقل لان هي بتبقى اه اصابتها في عملية تثبيت اه ازوت الهواء اه اه اتجوي بعملية دي بتنخفض وبالتالي خصوبة التربة اه بتقل اتنين بتهاجم البيروسات بعض انواع البكتريا والفطريات المستخدمة في المكافحة البيولوجية ايه المكافحة البيولوجية دي يا دكتور ركزوا معايا فيها عشان هتفيدنا في المواد اللي بعد كده المكافحة البيولوجية مقصود بيها ان انا استخدم اه كائنات حية سواء كانت متطفلات او مفترسات او مسببات امراض او حتى طيور زي اشهر طائر كده صديق الفلاح اه اللي هو ابو قردان ده صديق الفلاح ده بيستخدم ايضا في المكافحة الحيوية فانه الفيروسات تصيب الكائنات الحية الدقيقة اللي بتستخدم كمسببات ممرضة للآفات وتصيبها بالمرض وبالتالي هتفقد دورها في البيولوجيكا الكنترول او في المقاومة الحيوية او بنقول عليها المكافحة الحيوية اللي هي دلوقتي اه تعتبر من التقنيات الحديثة او من الطرق الحديثة في مكافحة الآفات لانه كل العالم اه عايز يبعد باي وسيلة عن استخدام اه المبيدات الكيموية او المهلكات الحشرية او المطاهرات الفطرية الكيموية لانه لها اثر دار وخطير جدا على النظام البيئي وعلى تلوس البيئة او تلوس المياه واصابة الانسان بالمسببات المرضية الخطيرة زي العمراض السرطانية والفشل الكابدي والفشل الكلوي فالمكافحة الحيوية دورها هام جدا وخصوصا ايضا في مجال او بنقول عليه مجال الزراع العضوية وطبعا الزراع العضوية دي يعني بتنتج لك منتج عضوي منتج نظيف خالي من خلي بالكم من الحاجتين دول خالي من التلوس بالمبيدات الكيموية وايضا خالي خاص بو يبقى لو حد سألك يعني ايه حبيبي او يعني ايه يا بشم اه كلمة زراع عضوية بنسمع زراع عضوية زراع حيوية زراع عضوية يعني ايه الكلام ده يعني نظام زراعي يتجنب استخدام المبيدات وايضا استخدام الاسمدة الكيموية في الزراع وبالتالي بيتم انتاج منتج زراعي امن صحي اي نعم بيكون غالس ثمن احيانا ولكن اه ارتفاع لا يقارن بالفواد اللي انت بتحصل عليها من المنتج اه العضوي لان انت بتتجنب الاصابة بامراض خطيرة جدا وفي حاجة دلوقتي منتشرة في الزراع عايزة الفة انتباه كلها عايزة امونات النباتية اه ورشها على النبات وده بيؤدي الى امراض خطيرة جدا في الانسان ومن يتناول هذه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة